موسيقى رئيس الوذراء اليثيوبي يطلق نظام البنية التهتية للمفتاه العام مكتب تنسيق مشروع سد النهد يقول إن تشكيل تربيلين إضافيين مؤخراً يعزز المشاركة العامة والدعم للسد موسيقى مشاهدين العزاء أهلاً ومرحباً بكم إلى نشرة الأخبار من هيئة العزاء والتلفزيون الإثيوبي من العاصمة الإثيوبية الدس عبابا معكم عبد الراهيم محمود أطلق رئيس الوذراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد رسمياً نظام البنية التهتية للمفتاه العام الذي يسهل تبادل البيانات الرقمية الموثق بها والآمن يوم أمس السبت وقال رئيس الوذراء خلال الحفل إن أمن المعلومات الرقمية أمر بالغ الأهمية ليس فقط لتهديث إثيوبيا بل لهماية سيادة البلاد وأكد رئيس الوذراء على أن النظام يعتبر أنصراً حيوياً في إدارة أمن شبكة المعلومات وسلت الضوء على الحاجة إلى نظام أمني قوي لدعم التتور الرقمي وأن هذا النظام يعالج هذه المهمة وقال رئيس الوذراء إن الإثيوبيين لديهم تاريخ غني في المجال الأسكري من أجل حماية سيادة البلاد وهو ما جعل إثيوبيا دولة لا يمكن احتلالها بسهولة وأضاف رئيس الوذراء أن الحجمات السيبرانية تهدد الآن السيادة الوطنية مضيفاً أن النظام البنية التحتية للمفاتيه العام الذي تم إطلاقه مؤكراً دوري لحماية وتعزيز سيادة إثيوبيا أكد رئيس الوذراء الدكتور أبي أحمد على درورة إإداد مدن إثيوبيا للمستقبل مع التركيز على المعيشة الكريمة لمواطني البلاد وقدم رئيس الوذراء تكريماً لقادة تتوير مماري أدس أبابا والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في التنفيذ الناجح للمشروع وقال أود أن أعرب عن تقديري لكل من شارك في تتوير المماريات والعمل الجاد الذي يذهتموه في خلق بيئة حضرية أفضل لشعبنا وأضاف أن التهدر سيذل اتجاها متذايداً ولدينا جميع العدوات الذين لإنشاء مدن مستضامة وقال رئيس الوذراء لقد تألمنا العديد من المرحلة الأولى ولآن نتطل إلى المرحلة الثانية بهدف تعزيز ما انجزناه من خلال النمو المستمر وكشف رئيس الوذراء أن قادة الممرات الحاليين سيساعدون لتتوير المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد أعلن مكتب تنسيق مشروع سد النهد الإثيوبي الكبير أن تشكيل تربينين إذافيين مؤخراً يؤزز المشاركة العامة والدعم للسدين وأكد المدير العام لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهد أرقى برهي إن الإثيوبيين نجحوا في إنجاز السد من خلال جهودهم الموهدة وقال برهي أننا إذا توهدنا وجمعنا مواردنا وقدراتنا يمكننا تحقيق النمو والتنمية التي نرقب فيها وأكد المدير العام أن التوربينات التي تم تشغيلها مؤكراً من شأنها أن تزيد من مشاركة المجتمع ومبادرته القوية بالفعل تجاه السد وكشف أرقاوي عن جمع أكثر من 20 مليار برهات الآن من الجمهور لبناء سد النهد الإثيوبي الكبير مشدداً على الحاجة إلى استمرار وتكثيف مشاركة المجتمع وأكد المدير العام على درورة المشاركة العامة في استكمال السد ودعم الجهود الجارية لجمع الدعم قال السفير الباكستاني لدى إثيوبيا أعطف شريف إن جو الاستثمار في إثيوبيا ستتهسن مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأكيرة التي أطلقتها إثيوبيا مما يوفر المزيد من استقاة لدى المستثمرين ووصف السفير الألاقة الثنائية بين البلدين بأنها وضية وتتقدم بشكل جيد وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا تسهل التجارة بشكل أفضل بين البلدين وأضاف السفير الشريف أن جهود إثيوبيا لفتح اقتصادها أمام الاستثمار الخاص والأجنبي من المرجح أن تؤذذ المنافسة وكفاءة الخدمات وتدع البلاد في ودء يسمح لها بالنمو السريء المستمر وأشار إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والرئاية الصحية والشؤون الدولية بما في ذلك داخل الأمم المتهدة وقال إن إثيوبيا واحدة من أسراء الاقتصادات نموا في إفريقيا وأن الحكومة الإثيوبية تتخذ خطوات جديرة بالثناء لإصلاح اقتصادها وقال السفير على مدى الآمين الماضيين لقد شهدت البلاد زيادة كبيرة في الوفود التجارية مثل حيث جاءت لأديد من الوفود التجارية الباكستانية إلى إثيوبيا لاستكشاف فرص الاستثمار وهذا اتسال المتضايد ومعرفة إمكانات كل منهما وعد للتقدم أكد رئيس وفد الاتهاد الأوروبي المنتهي ولايته في إثيوبيا السفير رونالد كوبيا التذام الاتحاد بالبقاء كأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد وأشاد رونالد بسياسة الإصلاح الاقتصادية الكلة الحالية لإثيوبيا وتأحد بدعم الاتهاد الأوروبي وسرح كوبيا أن الاتحاد الأوروبي يعد من بين أكبر شركاء تجاريين لإثيوبيا وقال نحن من بين أكثر ثلاثة شركاء تجاريين وهذا أمر بالغ الأهمية لارتساد إثيوبيا حيث يسحل الصادرات والواردات الضرورية لتنمية البلاد وكشف كوبيا أن الاتهاد استثمر بالفعل ما يقرب من ثلاثمائة وخمس مليون يورو في مشاريع التنمية في البلاد ويخطط لتأزيز الاستثمار بشكل أكبر وعشار إلى أنه يسمح لإثيوبيا بتصدير جميع المنتجات إلى السوق الأوروبي دون قيود على الكميات وقال كوبيا إن علاقتنا التجارية مبنية على نظام موات للغاية لإثيوبيا مؤكدا أن الشركات الأوروبية من بين كبار المستثمرين في إثيوبيا وأكد السفير على تعاون الاتهاد الأوروبي مع إثيوبيا في جهود السلام والأمن ومكافحة الإرهاب وقبل نهاية النشرة أذكركم بأبرد ما جاء في الأخبار رئيس الوذراء الإثيوبي يطلق نظام البنية التحتية للمفتاح العام مكتب تنسيق مشروع سد النهد يقول إن تشغيل تربيلين إضافيين مؤخرا يؤذز المشاركة العامة والدعم للسد مشاهدين العزاء وبهذا ننتهي من نشرتنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقي في نشرة قادمة أستوضعكم الله اشتركوا في القناة